السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف ثاني متوسط نستكمل في هذا الفصل نتكلم عن جهاز الدوران تحديدا ضمن أجهزة المناعة والجهاز الدوري توقفنا في حصتنا الماضية عند نشاطنا المنزلي اختر أو اختاري الإجابة الصحيحة أي الأجهزة الآتية مسؤول عن نقل الأكسجين والجيليكوز والفضلات من وإلى الجسم هل هو الجهاز الهضمي أم التنفسي أم الإخراج أم جهاز الدوران نعم أحسنتم هو جهاز الدوران تكلمنا أن هذا الفصل سوف نتطرق إلى وحدتين الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة جميعها علم الأحياء في الوحدة الثالثة يتكلم عن جهاز الدوران والمناعة والفصل السادس يتكلم عن الهضم والتنفس والإخراج نبدأ في الفصل الخامس والذي يحتوي على درسان الدرس الأول جهاز الدوران ولازلنا في هذا الجهاز الدرس الثاني هو المناعة والمرضة نسترجع سويا ما هي الأهداف والأهمية من هذا الدرس الأهداف تحديد مكونات الدم ووظائفه نتعرف عليها اليوم بإذن الله تفسير أهمية فحص فصائل الدم قبل عمليات النقل نقل الدم إعطاء أمثلة على أمراض الدم توضيح حركة الدم داخل القلب توضيح وظيفة الدورة الرئوية والدورة الجسمية المقارنة بين الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية وصف وظائف الجهاز اللنفاوي الأهمية للدم دور مهم في جميع عمليات الجسم الرئيسية وسوف نتعرف عليها اليوم بإذن الله تعتمد خلايا الجسم على الأوعية الدموية لنقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات مراجعة المفردات ونراجع مفردة مهمة تتعلق بدرسنا هذا اليوم النسيج هو مجموعة من الخلايا المتشابهة تقوم بوظيفة محددة النسيج هو مجموعة من الخلايا لذلك ذكرنا بالحصة الماضية أن الدم نسيج ولماذا يسمى نسيج؟ لأنه يحتوي على مجموعة من الخلايا المفردات الجديدة البلازمة الهيموغلوبين الصفائح الدموية نتعرف عليها اليوم الشعيرات الدموية والشرياني والوريد واللمف نتعرف عليها في الحصص القادمة جهاز الدوران ذكرنا بالأمس أنه يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية هي الدم والقلب والأوعية الدموية وظيفة الجهاز الدوران أو ما هو جهاز الدوران هو نظام كامل متكامل يعمل على عمليات تداول أو نقل المواد الغذائية كالسكر والماء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون للتخلص منها ويعمل بالتبادل مع جهاز التنفس أحسنتم ذكرنا أن هناك مستويات تنظيم سواء في المواد في علم الكيمياء وكذلك هناك مستويات تنظيم مشابهة في أجزاء ميناء نسترجع سويا ما هي مستويات التنظيم في المواد جميع المواد تتكون من ذرة وهذه الذرة تتكون من نواة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيترونات متعادلة الشحنة تحاط بسحابة إلكترونية هنا عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات وبالتالي نقول هنا أن الذرة متعادلة كهربائية أو متعادلة الشحنة لذلك المستوى التنظيمي للمواد يبدأ بالذرة مجموع الذرات المتشابهة يعطينا عنصر ومجموع العناصر هي أو كل عنصر يسمى مادة نقية لذلك هناك مستويات تنظيم مشابهة لها في أجسام ميناء أي بناء أو وحدة بناء لأي جسم مخلوق حي سواء النبات إنسان حيوان يبدأ بالخلية أحسنتم إذن أولاً الخلية مجموعة الخلايا تعطينا نسيج مجموع الأنسجة يعطينا عضو كهذا العضو من المعدة أحسنتم هنا المعدة مجموع الأعضاء تكون لنا جهاز بما أنه من المعدة إذن هو من أي جهاز أحسنتم جهاز الهضمي مجموع الأجهزة في المخلوق الحي في الإنسان هو نعم يكون لنا جسم الإنسان هذا هو التسلسل التنظيمي للمخلوق الحي لذلك نريد أن نعرف ما هو مكونات الدم وهل هو يتكون من خلايا فعلاً لذلك سمي نسيج نشاهد اليوم بإذن الله طلابي وطالباتي استخدام التأمل والتفكير الناقد إذا كان الماء سر الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي كل مخلوق يعتمد على الماء لماذا يسمى الدم نسيج الحياة؟ عرفنا هو نسيج أصلاً كمصطلح علمي لأنه يتكون من خلايا ولكن لماذا يطلق على الدم بنسيج الحياة؟ ما السبب في ذلك؟ نعم لأنه يقوم بعملية نقل الأكسجين والمواد الغذائية من وإلى الخلايا كما يحمل الفضلات ليطردها إلى إما الكليتين أحد أعضاء الإخراج أو إلى الرئتين للتخلص من ثاني أكسيد الكربون ليتم التخلص منها وكذلك يساعد على محاربة الالتهاب أو الالتهابات ويعالج الجروح يترى كيف يقوم بذلك جميعا؟ نشاهد سويا إذن مضائف الدم نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم من الرئتين لماذا؟ لأننا نقوم بعملية طرد ثاني أكسيد الكربون في الزفير أما الشهيق نأخذ الأكسجين وبالتالي عن طريق التنفس أدخلنا الأكسجين من سينقله إلى بقية أجزاء الجسم؟ الدم أيضاً نقل ثاني أكسيد الكربون من خلايا الجسم هو يقوم بعملية الآن جمع الفضلات الغازية وهي ثاني أكسيد الكربون من هذه الخلايا إلى جميع إلى الرئتين ثم بعد ذلك يتم التخلص منها بالزفير نقل أيضاً الفضلات إلى الكليتين الفضلات السائلة طبعاً الفضلات السائلة حتى يتم طرحها من خلال عضو الإخراج وهو أو جهاز الإخراج الجهاز البولي نقل المواد الغذائية ومواد أخرى إلى خلايا الجسم يعني ينقل أيضاً المواد النافعة والمواد التي يحتاجها الجسم إلى جميع خلايا الجسم تعمل خلايا الدم هو نسيج إذن هو مجموعة من الخلايا هذه الخلايا تقوم بدور مهم إما في منع الإصابة يعني مكافحة أو خط دفاع أول منع الإصابة بالأمراض أو أيضاً يساعد على التئام الجروح وهذه الوظيفة يتخصص بها أحسنتم الصفائح الدموية إذن لماذا يعتبر الدم سائل نسيجي سائل لأنه يسيل داخل أوعية نسيجي لأنه يتكون من مجموعة من الخلايا الدم ليس مجرد سائل أحمر أحد المفاهيم الخاطئة أننا نتوقع أن الدم فقط سائل أحمر بل هو مجموعة من الخلايا يتكون الجزء الأكبر ومنه هو بلازمة والجزء الآخر هو خلايا الدم كل خلية من خلايا الدم هي وظيفة لها وظيفة محددة في الجسم إذن ما هي مكونات الدم؟ الدم يتكون بنسبة ثمانية بالمئة من كتلة الجسم كامل كتلة الجسم جزء منها وهو الثمانية بالماء هو دم هذا الدم ذكرنا أنه تكون من جزعين بلازمة وهي النسبة الأكبر وتصل خمسة وخمسون بالماء الكم المتبقي من المئة خمسة وأربعون خمسة وأربعون هي عبارة عن خلايا دم كريات دم من حمراء وكريات دم من بيضاء وأيضا صفائح دموية نحاول أن نطبق الرياضيات والعلوم تطبيق الرياضيات إذا كانت كتلة جسم شخص معين شخص ماء خمسة وأربعون كيلو جرام ما هي النسبة المأوية للدم في جسم هذا الشخص؟ ذكرنا أن نسبة الدم في أي جسم هي أحسنتم ثمانية بالمئة نريد أن نحسب كم نسبة الدم لدى هذا الشخص الذي يحتوي على خمسة وأربعون كيلو جرام نطبق النسبة المأوية لدم هذا الشخص هي كتلة الجسم كتلته ضرب نسبة الدم الأساسية العامة تقسيم الماء لماذا تقسيم المأة؟ لأنها نسبة نبدأ كم كتلته؟ خمسة وأربعون أحسنته كم النسبة العامة للدم؟ ثمانية نضربهم مع بعض ثم نقسمهم على المئة سيكون الناتج خمسة وأربعون ضرب ثمانية ثلاثمائة وستون تقسيم ماء سيتكون لدينا ثلاثة فاصلة ستة بالتقريب ممكن نقول أربعة بالمئة إذا نسبة الدم في هذا الشخص كم؟ أربعة بالمئة بالتالي أنتم تستطيعون تطبيق هذه النسبة لتعرفوا نسبة الدم لديكم إذا علمتم كم كتلة كل شخص منكم الدم نسيج سائل أحمر اللون كمان تشاهدون وضعناه الإطار باللون الأحمر تقريبا للدم يتكون من ماذا هذا الدم؟ يتكون من بلازمة كم نسبتها؟ حسنتم هي الأعلى خمسة وخمسين في المئة وأيضا خلايا دم حمراء وخلايا دم بيضاء وصفائح دموية نتعرف على كل جزء منها أولا البلازمة شاهدوا الصورة هذه عينات دم في أنابيب مختبرات طبية جزء سائل جزء سائل إذن من الذي يعطي الدم هذه الخاصية في السيلان أو السيولة؟ نعم إنها البلازمة هو جزء سائل من الدم معظم هذا البلازمة ماذا؟ ماء فلذلك أعطى هذه الخاصية خاصية السيولة تذوب فيه المواد الغذائية والأملاح والفضلات نسبته في الدم خمسة وخمسون بالمئة هذا بالنسبة للبلازمة الجزء الثاني اللي هو كام؟ المتبقي أحسنتم خمسة واربعون بالمئة هي خلايا الدم بشكل عام خلايا الدم نسبتها خمسة واربعون وهي كريات دم بيضاء كريات دم حمراء أو خلايا دم حمراء وصفائح أو صفايحات دموية نبدأ بخلايا الدم بالتفصيل هذه أشكالها لاحظوا شكل كل منها لأننا سوف نتعرف لماذا يكون هذا الشكل لكل منها لما لم تكن جميعها مثلا قرصية لماذا لم تكن جميعها لا تحتوي على أنوية كل واحدة منها لها شكل وتنظيم محدد شاهدوا شكل الكريات الدم الحمراء كريات قرصية لا يبدو فيها أي أنوية البيضاء ليس لها شكل منتظم هل هناك أنوية؟ نعم بعضها تحتوي على نواة أكثر من نواة الصفائح الدموية هنا قد لا تكون واضحة شاهدوا هنا كيف برضو لها برزات وأشكال غير منتظمة إذن لها أشكال عديدة تعتمد على الوظيفة التي تقوم بها نبدأ بخلايا الدم الحمراء تأملوا جيدا قرصية الشكل لا تحتوي على أنوية لماذا؟ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي عند النضج لا يتكون لها نواة لماذا؟ لأنها تقوم بعملية مهمة وهي تحتوي على الهيموغلوبين والأكسجين لكي تستطيع نقله إلى جميع خلايا الجسم إذن هي قصية الشكل ليس لها نواة تحتوي على الهيموغلوبين وكذلك تقوم بنقل الأكسجين أيضا تعيش مئة وعشرون يوما لابد أن تعوض كيف يتم تعويضها لذلك يصاب بعض الأشخاص بماذا؟ بفقر الدم هذا السبب لماذا؟ بسبب قلة التغذية لأنها تعيش مئة وعشرون يوما فلابد من تجديدها بمصادر التغذية المنقصة صحيحة يمكن إنشاؤها من العظام الطويلة نخاع العظم سوف نتعرف في الجهاز الهيكلي على نخاع العظم ووظيفته في تصنيع كريات الدم الحمراء عددها يصل خمسة مليون لكل مليمتر مكعب أعدادها كبيرة لكن إذا لم يتم التغذية بشكل صحيح قد يصاب الشخص بفقر الدم النوع الآخر من الخلايا وهي خلايا الدم البيضاء خلايا الدم البيضاء شاهدوا ليست منتظمة الشكل لها أنوية قد يكون نواة أو أكثر لماذا تحتوي على نواة والحمراء لا تحتوي لماذا لا تكون مشابهة لكريات الدم الحمراء لا تحتوي على أنوية لأنها تقوم بوظيفة مهمة وهي خط الدفاع الأول للجسن فهي تهاجم الميكروبات لذلك تحتوي على نواة أو أكثر تهاجم البكتيريا والفيروسات فيزداد عددها تنشأ أيضا في العظام الطويلة أيضا المصنع الآخر لكريات الدم البيضاء هو نخاء العظام عددها يتراوح ما بين 5000 إلى 10000 لكل مليمتر مكعب النوع الآخر من الخلايا هو الصفائح الدموية عظيمات صغيرة خلايا صغيرة واجزاء خلوية صغيرة غير منتظمة الشكل ليس لها شكل محدد وظيفتها الأساسية أو هذا الشكل أو الاختلاف في هذا الشكل وأنها جزاء غير منتظمة الشكل لهدف وظيفة مهمة وهي تخثر الدم حينما نصاب بجرح أو يحدث نزف في الجلد نشاهد أحيانا طبقة خارجية بعد ما يتوقف في النزف لاحظ طبقة هذه الطبقة هي الخثرة الدموية ليست التخثر الذي هو المرض الذي يصاب في الأوعية الدموية بل الخثرة الخثرة هي طبقة تغطي أو تقوم بعملية وقف نزف الدم فهذا الشكل يساعدها على أن تقوم بعملية سد مجرى الخثرة وسوف نتعرف على الخثرة في الحصة القادمة تعيش ما بين خمسة إلى تسعة أيام عددها يصل إلى أربعمائة ألف مليمتر مكعب هذه الصورة الموجودة لدينا في شكل اثنان صفحة مئة وثلاثة وثلاثون تشمل عينة تحت المجهر تشاهدون من خلالها أشكال الخلايا الدموية خلايا الدم الموجودة في هذه العينة كرية قرصية الشكل إذن هي كريات دم حمراء وظيفتها أحسنتم نقل الأكسجين لماذا؟ لأنها تحتوي على جزئ الهيموغلوبين هذه البيضاء الكريات البيضاء نعم خلايا الدم البيضاء أما هذه الصغيرة الأجزاء الخلاوية الصغيرة نعم إنها صفائح دموية وظيفة الصفائح الدموية هي أحسنتم تساعد على حماية الجسم من خلال خطرة الدم أحسنتم وهذا سبحان الخالق في بديع خلقه فلا يزال العلم يكتشف دلائل عظمته في مخلوقاته فقد قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ جهاز الدوران هو جهاز أو نظام متكامل يقوم بعملية نقل المواد والفضلات هذا الجهاز يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية الدم والقلب والأوعية الدموية الدم يتكون من جزئين رئيسيين هما البلازمة وخلايا الدم المختلفة خلايا الدم هي ثلاثة أجزاء خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية طلابي وطالباتي دعونا نجيب على الأسئلة التالية لدينا هذا السؤال في اختبر نفسك سؤال رقم واحد اكتب أو اكتبي ما هي وظائف الدم الأربعة الرئيسية ما هي وظائف الدم؟ أسمع إجاباتكم نعم أحسنتم عمليات نقل أيضاً أحسنتم الحماية من الأمراض نشاهد مع بعض نقل الأكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم نقل ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين للتخلص منه أيضاً نقل الفضلات إلى الكليتين للتخلص منه عبر البول أو الجهاز البولي نقل المواد الغذائية ومواد أخرى نافعة إلى جميع خلايا الجسم وأخيراً تعمل خلايا الدم وجزيئاته على منع الإصابة بالجرثومة أو المايكروبات الدقيقة وكذلك تساعد على التئام الجروح نشاطنا المنزلي أيضاً اختبر نفسك سؤال رقم اثنان قارن أو قارني بين خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية بالاستعانة به هذا الجدول التالي وجه المقارنة نريد مقارنة بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء والدموية من خلال الشكل وكم عدد كل منها وما هي فترة عيشها وما هي وظيفة كل منهما أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وذكرنا علينا بتزويد أجسامنا بالمواد النافعة عليكم بالتغذية الصحية ومارسة الرياضة ودمتم سالمين فمعن الله